إحنا عايشين فوق بعض في مساحة سبعة ونصف كيلو متر مربع اللي هو فيه المعيشة والمدن والزراعة والمستشفيات وكل نقل كل شيء سبعة ونصف مليون كيلو متر ومر التنمية بيفتح إضافيا عشرة ونصف مليون كيلو متر نشوف المساحة اللي إحنا عايشين فعليا مرة ونصف فهذه ممر التنمية يفتح مسافة للناس وخاصة للشباب إنه يفكر في أمور جديدة ويعمل زي ما هو عايز مخازن مطاعم مساعم مزاعم يا يا ما زي ما هو عايز مزارس مترستشفيات زي ما هي في الأماكن شسعة جدا قريبة فاركة كعب ما بينه ما بين الحتة اللي وعيش بيها بس بعيدة عن الزراعة بعيدة عن إنتاج الغذاء عشان يتوسع كما يحل له في أرض مستوية ونظيفة تسمح بالمعيشة وتؤهل الحياة الكريمة وإقامة مدن وقرى وكل زي ما عايزين بعيد عن الأرض اللي عملها النيل في ستة مليون سنة وتوقف العمل ده من يوم مبنينا السد العالم يعني مش هيتعمل تاني الأرض اللي احنا بنكل منها دي بس هو ده المنخص وانتو تفضلوا تسألوا أي أسئلة على كيف كذا كنا كل خير يا دكتور على المحاضرة القيمة وهو حلم المصر كلها والمصريين والعرب كلهم اللي فعلا المشروع دا يتنفذ سأزانك بس في بعض الأسئلة موجودة من سبحانك بيسأل حضرتك هل مر التنمية هيمر على مدن الواد الجديد وهل المياه المتوفرة ملحة أم عزبة ولو هي ملحة ايه نسبة الأملاح اللي موجودة في المياه وتأثيرها على الزراعة المقسم الشديد هو ده الكلام العلمي اللي ساعات بيرجعنا ونأخرنا الممر التنمية ملوش دخل خالص باللوحات ممر التنمية جنب النيل ماشي بموازات النيل والدلتا وغرب الدلتا بس يعني احنا جنب النيل بس من الثلاثة لأربعين كيلو متر في حتة عشرين كيلو متر واللي حاجة في حتة في الجنوب خالص أربعين كيلو متر بس الغالبية العظمى ما بين يعني تلاتة ولا أربعة كيلو متر غرب النيل وخلاص المياه اللي هي تنفع هنا زي المياه اللي هي تنفع في الوادي في أي حتة تاني إنما أنا قصدي إنه لازم تطلع ومبوبة مية جنب المخطة جنب الهايوي اللي هي تعمل جنب الطريق اللي هي تعمل تطلع من بحيرة ناصر زي ما احنا بناخد مية من بحيرة ناصر عشان ناخد في المدن الحالية ناخد محطة من بحيرة ناصر نعمل بها قناة جنب المحطة نحن مش هنزيد المية نحن هنستخدم نفس المية بس هنستخدمها غرب النيل مش فوق النيل فأنا هي المية هي اللي هنشربها هي هنشربها والمية اللي هنزرع به هي المية اللي هنزرع به يعني مش هزداد المية لكن أنا بقول إنه نحن يستحسن إنه ناخد قناة عشان الناس اللي هتعيش غرب النيل دياً يبقى عند جنبهم قناة زي الطريق جنب الطريق هو مليان مية جاية من من البحيرة ناصر بمحاذاة النيل والدلس طب في حد بيسأل عن مين الجهة المسؤولة عن تشريع منع البناء على الأرض الزراعية وهل القونية اللي موجودة كافية ولا محتاجة إن احنا نعدل فيها مفيش عندنا هيئة ممنوعة ما بتمنع مفيش عندنا ده أنا عايزين قانون اطلع من مال الشعب يقول ممنوع البناء على الأرض الزراعية التي بناها النيل في 6 مليون سنة بغض النظر عندي حكومة ولا جيش ولا بوليس ما ليش دعوة يمنع مان بات تاني ويقول إن اللي يغلط هذا القانون يروح السجن خلاص وتبقى كده قدام له كله يا سيادة المحافظ يا سيادة المدير يا سيادة كله كله عايزة حاجة عايزة حاجة من الدولة كده كلها الدولة تبقى عارفة إيه القصة وعندنا بنعمل كده ليه وبنقول كده ليه وخلاص وكلنا نمشي مع القانون طيب في سؤال مهندسة مبروكة عباس تسأل حضرتك هل في خطوات تمت في موضوع ممر التنمية؟ لا أبدا فيش أي خطوات عارفة إطلاق طيب في سؤال مهند المفروض نحن نجده أنه يحقق الحلم دوت أنا في ناظري لأن للأسف الشديد كل حاجات بتعملها الحكومات بتاعتنا بتبقى فيها لخبطة واللي فيها سرقة واللي فيها محسوبية واللي فيها اللي فيها اللي فيها اللي فيها أنا في ناظري دلوقتي أن مجموعة من حكماء مصر يتجمعوا ويقولوا إحنا عايزين نجيب شركات مصرية بيزنس ونعملوا بيزنس يسين عشان يكسب هنقول إنهم هيعملوا مؤسسة المؤسسة دي هتقول إن إحنا هنعمل شارع والشارع ده هيبقى بالفيزا اللي هيركبه الأول وجنبه هيبقى حتة أن يديها الأراضي أراضي ممكن نفتح بها حتة حنحددها للمباني للناس وحتة حنحددها ممكن مصانع وحتة حنحددها لمدارس ومستشفيات وكذا كذا واللي عايزة تفضل عايزة الحكومة عايزة تشتري تيجي ولي تيجي لنحن عايزة المهندسين عايزين الجامعة عايزة تعمل الجامعة جديدة ولا مباني للطلبة تعالى تعالى اشتري من عندها أو خدم أو استيرت من عندها يعني ممكن جدا إنها تبقى مجموعة من الناس المصريين المحترمين إنهم يتجمعوا يعملوا مؤسسة باسم مصر ومش درورة تبقى بربحية يعني خلاها بربحة بقى يعني عشرة في المية من البسيط من خمسة إلى عشرة في المية مش مش ربح سرقة وخلي الحكاية دي تبقى تتعمل بهذا الشكل لأن أنا مش ضامن إن أي حكومة في مصر يبقى عندها الأخلاق اللي تسمح من كده لأن لو كانت هتبقى حكومة هيسرقوا فيها ويعملوا تحت المتاع وواحد يأخذ مندي يأخذ مندي واحد يتروح لك أنا والنبهة لأنا هتواصلك للوزير الدين الدين عشرة في المية أنا واصلك للوزير هتبقى الأخباط عندنا في مصر الدين الأخلاق بازد فأنا بقول إن إحنا نعملها حاجة بقى يبقى يبقى مجموعة محترمة من الناس الكبارة والشركات الكبيرة تتجمع كلها وتقول إحنا هنعمل الموضوع ده وهنخليه مزمر هنطلع نسبة وإحنا هنكسب هنحط فيه كذا وعشان نكسب كلنا قدام الناس هايبقوا عارفين المكسب بتاعنا كامل دماذا دكتور فيه تؤال معنس محمد محمود عن مخزون الميا容 الجوفية بالسحراء الغربية هل ممكن برضو يطلب معي في المشروع لا لا ده ملوش داخل خالص uhhmahIashimi iya الناس هي المياة اللي بشربها الناس اليهار الميا اللي حيبتى بقت بقى جانبه في المده هي ميا الناس ده ملوش داخل خالص بالمياة الجوفية على الإطلاق عشان مينخشش فى منوشات الناس اللي هم المئة مليون اللي عايشين في جنب النيل دون هم المئة مليون اللي حيشوا جنب النيل هم اللي هشربوا نفس المصادر بتاعت اللي بشربوا منها النهاردة هي هي ملهاش تخت خالص بخصة السعر الغربية والمياه الجوفيه اللي فيه أيوة أنا بقول ان فيه مياه جوفيه تسمع لنا مني نعمل أمبوبة جنب الهايوي او الممر بس أنا ممكن اخل الأمبوبة دي من بعيدة ناس روح على سن شغلات يعني ما ما فيش دخل لي ما فيش حاجة لمياه جوفيه جديدة خالص اللي تستخدمه النهاردة هستخدمه بكرا عشان تحايف ان دايد اخلنا في مناقجات مش هناخرج ما نطلعش منه طيب آآ مانديسة شاهد بسهل حضرتك الأراضي الزراعية اللي تعمل بنا عليها دلوقتي هل ممكن لو تهدي تنطر نصفات من الأراضي الزراعية مرة أخرى ولا يكون صعب للأسف الشديد بينزله تحت الأراضي الزراعية تحت اللي بناها النيل بينزله في الأرض الصلبة اللي تحته وبيبنه وبيبنه المراسل بتاع الأسمنت وكذا في الأسف الشديد اللي تبنى خلاص اللي تبنى ضاع مننا للأسف بس كلام كويس يعني بس فيه بس فيه حاجة كويسة في الكلام كلامك كويس جدا لأن فيه كتة كان النيل بيغطيها وبيحط فيها أرض صالحة لزراعة بعيد عن حتة اللي احنا عايشين فيها عندنا مثلا هتة في غرب من الأسوان لغرب كومومبو مستوية جدا كالنيل بيفيد فيها زمان وعمل لنا طبق كذا ثلاثة متر من 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 التربة الصالحة لزراعة يعني عندنا فكر زمان كنا بنفكر نحنا نعمل نعمل شركة تروح تحفر فيه تاخذ الأرض ديا وتخذها واتبيعها ووديها في حتة تانية عشان يبنوا فيها زراعة مثلا الهندرة بقول لا خليها هي دي أنا أعمل فيها شارع غرب بالحتة دي وأزرع في كل المنطقة الغرب كومومبو دي لأنه سهل منبسط كان النيل بيفيد فيه زمان وبيحط لنا تربة الصالحة عظمة جدا يجي تلاتة متر لقطة التربة اللي هناك دي كلها من الأحسن أجود الأراضي الزراعية تمام دكتب طبي مانت ثاني بس حضرك عن الجفاف اللي بتعرض ليه لأنهرب العالم كله هل ده يكون ليه تأثير على مرة تنمية؟ لا نحن بناخد من حتة من المية بتيجي من خط الاستوى ودي ما تتأثرش كتير البحيرات الثانية دي بحثة عالية ووطية جنوباً فإنما إحنا لسه النيل بتاعنا ومصادر المية بتاعتنا كلها من قريبة أو من خط الاستوى اللي ما بتأثرش كتير بالتغييرات دي طيب في سؤال عن التكلفة تكلفة المشروع ده ممكن تكون قد إيه؟ وإزاي الدولة تقدر تشارك فيه؟ والله أنا أسألت ناس أقول لي ده بتاعت ستة مليار دولار بس عملوا قسمة كده باللي عندهم بس أنا ما عرفش الحقيقة دي يعني أسلم عملوها في أمريكا وعملوها بالسعر الأمريكاني وكلام من ده يعني ما نقدرش يعني يمكن تبقى 2 مليار ولا 1 مليار واحد طبعاً للطبيعة بتاعتنا يعني إحنا العامل في مصر النهاردة بكام والسيك والأسفلت النهاردة نجيبه بكام وكلام من ده فعايزة عايزة 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 شغل في مصر الحكاية دي لأن أنا سألت ناس أمريكا وقالوا لي خمسة ونص مليار دولار تمام آآ هو أعتقد أن احنا من استورد أمح بمدالة غورابة من كده فعني نقدر نوفر ما بقى ده بس فيه؟ صح 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 ده كلامك صح كلام بدل ما نستورد أمح نحطه في حاجات مندي تمام دكتورة أولى بتقول ليه ما نعملش مدال مع حضرتك ومع الجهات المختصة ونبدأ ناخد الخطوات وتحقيقها على أرض الواقع ونحط خطة استراتيجية للمشروع كلهم بيتكلموا كده كلهم بيقولوا يا دكتور كل واحد منهم يابدنا هذا سألت دكتور يعمل إيه ما مر التنمية وبس يعني ما فيش ما فيش بني آدم في الحكومة حد النهاردة فكر فيه إن دياً حاجة ممكن جداً الحكومة تفكر فيها وأنا برضو مش عايز الحكومة تفكر فيها لأنه ممكن حكومة تخيبها خالص لأن الحكومة أنت عارفين إن الحكومة فيها ناس بيستفيدوا هما نفسهم من الوظائفهم كل واحد بيوصل كل اللي بيكلمه وعايزة اشتغل أعايزة أبقى من رئيس العامر أعايزة أبعمل الشركة الشركة بتاعتها هي اللي تعمل كذا كده فالوزرنا نفسهم يعني أنا عارف وزرك تيبه كنت بروح أزورهم بقى الوزير أبقى قاعد معاه لما وزير ساعات يسألني أروح له أروح أعد معاه في المكتب بتاعه وأعد هو أعد على المكتب وبيكلمني لكن التليفون اللي بيجي له وهو بيكلمني ولازم يبقى مغزة أبقى إليه أنا مغزة أبقى وروح على الثالث وران الثالث وران الثالث أنا أعدت مرة خمسة وعشرين دقيقة وكان عندش غلان كنت عارف عندما أعطر في جامعة القاهرة والوزير صاحبه وصديقه ما حبيتش أقول فأنا بقيت أقعد هو اللي طلبني عشان أروح له فأنا بقيت أقوم كده وقال له أني بحزة أمشي يعني هو على التليفون فأعدت بالوزرنا دي بيبقى عندهم لبخ مالوش نهاية يعني الراجل طلبني وصديق عزيز ما حبيتش أقول له أنا عند محاضرة ومستعجل وروح وعدت معه عشرين دقيقة لحد ما جاءها للوقت الأزف وأنا فضل لعشر دقيقة وأنا لازم أمش من هنا لحد بجامعة القاهرة عشان المحاضرة بتاعت جامعة القاهرة فوقفت وروحتي ما قاهاش يمسلم عليه وهو وهو بيتكلم ووطعت المقابلة بتاعتي معاه لأنه هو ملخوم وبيتكلم يعني ما تفكروش أن الوزير بتاعنا بيبقى قاعد بيعرف يفكر بيهز لأن الوزير بيبقى عنده بلاوة الدنيا وكل ما همبه وداب بيكلمه عشان والنبي سمحت ساعت بالوزير لو كن قلنا بالله يخبعيك عشان عشان خاطر فلان ونبست بالوزير فواحدة ورد تانية تليفون مع تليفون تليفون مع تليفون الحقيقة أنا ما أعرفش ما أقدرش أقول أنه واحد من الوزراء دول يقدر يبص على الحكاية ديا بعقل وتفنن ويتابعها وتابع كل خطوة فيها ويبقى عمل فأنا عشان كده أقول أن ديا عايزة مجموعة متخصصة ويعملوا مؤسسة والمؤسسة دي تبقى موشية وراء العملية دي ساعة بساعة مش بسي يوم بيوم ساعة بساعة عشان يعرفوا القصة اللي بتعمل ويلي بتعمل اللي بتسير ويلي ما بسيريش اللي بتعمل صح وهيلي متعملش صح ويلي بتعمل كده أو كده عشان يتعمل صح وبسرعة وبأقل تكلفة عشان ده في نظري في حماية لمستقبل مصر لأن مستقبل مصر هو الطمي اللي حواليني النيل إذا الطمي ده راع سلام عليكم طب في سؤال من المهندسة ناميسي بتقول لحضرتك النيل في الحضارة المصرية القديمة كان سبع فروع وأماكنها معلومة هل ممكن نحن نحفرهم من تاني ونستصلح حولهم لا لا السبع فروع دول كانوا في الدلتا مش في النيل النيل هو هو زي ما هو فرع واحد مالوش ده مالوش الخدم لا الفروع دي كانت في الدلتا ولسه موجودين أساساً يعني في الخدم فالفروع الفروع ما كانتش في النيل الفروع كانت في الحتة اللي هو الدلتا بييجي فيها تسعات مية فايضان زياد عن اللي زيوم يروح داخل في الحتة كده جنبه ويعمل كذا فالفروع دي كانت في الدلدة وبواقيها لا ما زالت موجودة يعني نعرف موجودها جيولوجيا ما فاش مية النهاردة لكن احنا نعرف وجودها جيولوجيا فالنيل فلا لزومة لاستخدامها الوقت لأننا بنزرعها الوقت طب هل في امكانين احنا نستفاد من الطامي اللي هو السد منعه عننا ناخده نستفاد منه كانت فيه شركة مؤسسة كانت فيه شركة بتروح خلف السد وبتاخده الطامي ده بتودع احنا كنا عاملين مخطط عشان نحقل شوية الناس تنقل الطامي ده حتت في غرب النيل في الحتة المستوى اللي هي غرب النيل وبعدين في حقيقة لقينا انه ملاش لازمة لأن كان فيه أنهار صغيرة خالص كده مش أنهار يعني في طرع كده وحاجات كده كانت بترسب أرض صالحة للزراع لأن احنا كنا عايزين نشوف الحتة اللي هي في شرق العوينات وكذا هل محتاجها طامي ما كنا اقول اينا كان محتاجة طامي ناخده من النيل جنوب أسوان بس لقينا ان كان فيه أمطار وكان فيه ما يكفي من المياه اللي بتوسط للحتة دي الزراعة فيها هيلة جدا ولقينا ان الأمح اللي بطلع فيه شرق العوينات ده أمح هاي جدا وممتاز جدا لأن كان توصل لها أنهار من هذا بتجيل في الكبير كان فيه نهار بيوصل لها وبيرسب هناك حاجة يعني الأراضي اللي صالها لزراعة في صحرة غربية فيها ما يكفي من الطامي لأن الغذاء يعني للنبات ولا يلزم ان احنا ناخد الطامي الغرب من جنوب النيل تمام دكتور جزاكم الله كل خير في مركز بحس المياه كنت في مرة مرة بتكلم محد هناك بتخصص فقال لي ان المياه كويسة جدا بتتعدي على كل دول أفريقية أسيوبيا السودان المياه كنت نضيفة جدا وبيحافظوا عليها لكن أول ما بتوصل بلدنا بيلاقي أسمانة أسوان وبيبدأ التلوث وبيبدأ وفي كوانين كتيرها بتمنع مفروض الحاجات دي لكن غير مفعلة فأنا أتمنى حضرتك تواجه كلمة للناس والمسؤولين انهم يهتموا بانه مفيش حد يرمي حاجة في مواية النيل مفروض ما فيش حد يوم ما بين النيل فأنا فعلا لازم ده نعمله وإحنا إحنا كنا في الفلاحين وما كنا بنروح بلا في القرى في الصيف كل الصيف بعد المدرسة كنا بنشوف أن الناس هناك مفيش حد يرمي أي حاجة في الترع ليس بس النيل النيل وطبعا محترموا عليه وقال عد عليه من حد تشلمس حاجة في النيل وبعدين فيه ترع كبيرة وبعدين الترع كبيرة فيها ترع صغيرة والترع صغيرة هي اللي فيها المسارات اللي بنوصل المياه للحيطة للحيطة اللي كان عائلتنا بتزرع فيها كان مفيش حد أبدا يرمي في الترع دي أنا النهاردة لنكو رحت للقرية ولقيت في السكة طول ما أنا ماشي في السكة لا أحد مرمي الناس لأمي أسبالة وكذا وبعد حمار ميت في حيطة من الأرض معناها إن حصل فيه تفكو كده في الأخلاق المصرية بسبب الماء ما حصلش الحقيقة إلا بعد الثورة إن فيه حد التفكو كده في بعض الأخلاق المصرية ما كان ما يهممش إنه لو حمار مات قلت فينه يا أخي عندك أرض ساشعة الدنيا قلوا بعيد على الأرض وادفنوا إنما كريف في الماء معناها الماء سيشرب منها حد تاني بعدين في الدنوب اللي في الحتة دي ولا شمالها يعني عيب هرام ما ينفعش كده مش أخلاق مش أخلاق بناء أدمين مش هقول مسلمين ولا مسيحيين لا مش أخلاق بناء أدمين يعني مش أخلاق ناس مش بس عندهم دين لا مش أخلاق ناس بناء أدمين إن الواحد يبقى لازم يحافظ على النبات ويحافظ على الحيوان ويحافظ على كذا ولو كان فيه حيوان ميت الواحد يدفن بالحاد مش يرميه في الترعة اللي بيشرب منها الناس يعني فيه خلل زهني في بعض الناس لما الأخلاق بتتفك بتفرط العاجات كتيرة جدا بتحصل بتقلل جدا من الإنسانية وأنا بقول إننا لا بد نرجع للإنسانية بتاعتنا إن الإنسان النبات والحيوان دي حاجات من عند ربنا كلهم أحياء ولازم نحبهم نحترمهم ونعززهم النبات والحيوان اللي عايش مية يشرب ندينه مية ونضيفة ما فيش ما فيش بني آدم يلوث الأرض ولا يلوث المية ولا الترعة ما فيش ما فيش بني آدم ناصح يرمي حاجة ميتة في الترعة عشان الترعة يشرب منها ناس سنين يا أخي إيه الحفرة صغيرة ويدفن فيها الحاجر اللي مات عيب يعني ما دي ين بهدلة للأخلاق وانا في نظري ما حصرتش ذاك كان زمان ما عندنا في يام علي أنا وانا كنت صغير يام الملك فاروق كانش ذا يحصل لما كان فيه حصل كده فرط الأخلاق المصرية بعد الثور ما عارقش ليه الحقيقة ما كان على أيامنا وانا صغير ما كانش تعصر حاجة من دي على الإطلاق كانت الناس كلها بتحب بعضها الناس ويحترم بعضها الناس كلها في القرى بتها ماشية كل الأصول الناس الكبار هم الولاد الصغرين لازم يكلم لما كنت بنقفين منتكلم في الشارع وحد كبير ماشي في الشارع من ناحية تانية حتى ولا مدرس ولا حاجة نخرص نقف الكلاء لحد ما يمش بعيد عننا عشان ما بقاش بنتكلم في وجوده يعني كان فيه كان فيه حاجات كده في مصر الحقيقة تبهدلت يعني فرطت وأنا للأسف شديد دي ما شعرتش بها إلا إنه هي قبل الثورة وبعد الثورة للأسف مزوط دكتور يعني من مصر القديم من عصر الصراط كان بيكتب كده يعني لما بيجي يموت بيكتب إنه هو عمره ملوث مية النيل حفظ على مية النيل فده يعتبر قربة لربنا كان بيشهد كده بيشهد كان بيشهد ولم أولوث النار كده ما كده معنا ما بقوله كده قبل ما يدخل الجنة يقول ولم أولوث النار مزوط دكتور جزاكم لكل خير وإحنا عاجزين على شكر حضرتك وكلهذا بندعي وأنا أتمنى مع حضرتك إن المشروع يتنفذ في عرب وقت بإذن الله لأن فعلا بلدنا محتاجين شكرا يا شباب أنتو الناس أول ناس محتاجينها وأول ناس تستخدموا أحسن استخدام شكرا 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 شكرا